بشأن تزايد الاغتيالات والملف الأمني في العراق ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد روكون حاتم الفلاحي أستاذ حاتم بداية مرحبا بكم تزايد الاغتيالات في العراق تبث الذعر والمخاوف لدى سكان هذا البلد يعني كيف تنظر إلى الأداء الأمني للقوات الحكومية في هذا الملف نعم مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين أهلا بك أنا أعتقد أن هذه الاغتيالات وما يجري من عمليات خطف وما يجري من عمليات حقيقة تخويف وترويع للسكان سواء كان في بغداد أو في بقية المحافظات في البصرة التي خرجت فيها مظاهرات عارمة في الأشهر الماضية هي جزء من الفوضى السياسية التي يمر فيها العراق في هذه المرحلة ويثبت بالدليل القاطع على فشل المنظومة الاستخباراتية العراقية في مواجهة التحديات فعندما تكون الأجهزة العراقية بهذه الكثرة وتفشل في عملية ضبط الأمن داخل بغداد يعطي دلالة واضحة على أن هذه الأجهزة قد شكلت على أسس واهية وبالتالي فشلت في تأمين الأمن والاستقرار للمواطن العراقي هذه الصفة هي صفة ملازمة وصفة واضحة بالنسبة للمشهد العراقي منذ الاحتلال منذ عام 2003 وإلى اليوم هذه الأحزاب أنا أعتقد الخلاف أصبح كبير جدا والفجوة أصبحت كبيرة جدا باماين هذه الأحزاب وكذلك ما بين الميليشيات وتجري عملية تصفية سياسية ما بين هذه الميليشيات وهذه الأحزاب ومن يدفع الثمن يدفعها المواطن العراقي سواء كان في بغداد أو في بقية المحافظات لذلك أنا أعتقد بأنها جزء من الصراع السياسي وسوف تستمر حتى بعد تشكيل الحكومة ولن تنتهي في القريب العاجل يعني هذا الفلتان الأمني ممكن وصفه أنه ممنهج وتشوبه شبهات سياسية نعم أكيد عندما نرى هذا الانفلات ما هو سبب الانفلات؟ سبب الانفلات بأنه أصبحت حيازة السلاح العشائر ليس بإمكانها وإنما تمتلك حتى الأسلحة الثقيلة الآن بحيث حتى القوات التي تحاول أن تدخل لفض النزاعات العشائرية تدخل بطريقة الوسيط ولا تدخل بطريقة أنه يجب فرض هيبة الدولة وسيادة القانون في هذه المناطق أصبح ضعف الأجهزة الأمنية أصبحت العشائر أقوى من الأجهزة الأمنية بشكل كبير جدا إضافة إلى أنه الميليشيات هي فوق هذه السلطة فوق العشائر وفوق سلطة الدولة وسلطة الأجهزة الحكومية لا أحد يستطيع أن يتصرف في منطقة تحكمها الميليشيات سواء كانت العصائب أو سواء كانت حزب الله أو سواء كانت بدر وغيرها لذلك نحن أمام انفلات للسلاح بشكل كبير جدا في المناطق إضافة إلى سيطرة أجهزة خارج لطاق الدولة تعمل بإرادتها وتنفذ أجهزة خارجية بذلك نحن نكون أمام انفلات أمني وهذا الانفلات الأمني سيستمر أيضا حتى بعد تشكيل الحكومة القادمة لأنه حتى رئيس الوزراء القادم هو ليس لديه حزب كبير بإمكانه أن يدعمه وليس لديه ميليشيات كما لبقية الأجهات الأخرى مثل بدر ومثل العصائب ومثل الصدر وغيرهم جميعهم لديهم ميليشيات وميليشيات مسلحة وبالتالي نحن نتكلع عن رئيس حكومة ضعيف جدا وأعتقد بأنه لن يقدم الكثير في الفترة المقبلة أنباء اليوم تتحدث عن إلغاء المحكمة قرار العبادي إعفاء رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض كيف ترى القرار في هذا التوقيت لسيما هو أن الفياض عنده ملف انتهاكات أيضا نعم لا شك أنه قرار المحكمة الاتحادية غير صائب بشكل كبير جدا لأنه من حق القائد العام للقوات المسلحة أن يقيل أي شخص يعمل تحت إمرته وبالتالي الحجد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية إذن يحق لقائد القائد العام للقوات المسلحة أن يجري التغييرات المناسبة في هذه القوات وهذه يخولها بها الدستور وتخولها به نظام القوات المسلحة أما مسألة قرار المحكمة فهو لا شك قرار مسيس تماما لأنه إذا جئنا إلى تشكيل هذه المحكمة وإذا جئنا إلى ما تم بنائه من قبل حزب الدعوة لفترات رئاسية متعاقبة لرئاسة الوزراء منذ الجعفري ثم ولايتين للمالكي ثم ولاية العبادي في الفترة الأخيرة تم بناء مرتكزات قوة لهذا الحزب بشكل كبير جدا وبالتالي هي جزء من الصراع السياسي الآن ما بين حزب الدعوة فالعبادي عندما خرج الفالح الفياض من قائمته الانتخابية وأصبح في الجهات الأخرى سواء مع بدر ومع العامري ومع المالكي أصبح هنا الشرخ كبير جدا مما أدى إلى أقالته من جميع هذه المناصب علما أن هذه المناصب ثلاثة مناصب ليس منصب واحد مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني إضافة إلى الحجد الشعبي علما أن قانون الحجد الشعبي لا يجوز لرئيسه أن يتقدم بقائمة انتخابية ما لم يكن هناك خروج من الحجد الشعبي عليه أن يختار إما البقاء في الجهة العسكرية أو الذهاب إلى الجهة السياسية ومع هذا تم دخوله بحركة عطاء وتم الفوز بعدد من المقاعد وتمت السيطرة على جميع هذه المناصب التي ذكرناها قبل قليل لذلك أنا أعتقد بأنه جزء من الصراع السياسي وجزء من صراع الأحزاب فيما بينها ثم تمن يسأل أليس من صلاحية رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة في نفس الوقت أليس من حقه إقالة أحد معاونيه كيف للمحكمة أن تعيده في ظل شكوك حول استقلالية المحكمة نعم نحن نتكلم عن تسيس القضاء أصبحت القضية واضحة بشكل كبير جدا مدحت المحمود من جاء به المالكي وطوال هذه السنين لم يغير أبدا يعني من يبقى في المنصب علما بأنه سنه أصبح كبير جدا ولا يحق له البقاء في هذا المنصب إضافة إلى أنه ما يقارب أكثر من 12 إلى 14 سنة هو يتبوأ هذا المنصب فلذلك أنا أعتقد بأنه القضاء أصبح مسيس بدرجة كبيرة جدا وحتى هذا القرار هو قرار سياسي أكثر من هو قرار قضاء بنقض هذا القرار والدليل على هذا بأنه قانون الحجد الشعبي يجوز لرئيس الوزراء بإخراج من يريد أن يذهب إلى السياسة بأن يذهب إلى السياسة ومن يريد البقاء عليه أن يستقيل من السياسة ومع هذا لم يتم الفصل في هذا القانون وبقي يمارس صراحياته على الحجد الشعبي وبقي يمارس أيضا عمله السياسي وهذه بخالفة دستورية كبيرة جدا كان يجب على المحكمة الاتحادية أن تتخذ الإجراء المناسب منذ تلك الفترة لطالما تحدثت الحكومة عن الاستقرار الأمني وعن النصر على الإرهاب لماذا إذن تمدد القوات الأوروبية فترة بقائها في العراق إلى العام 2020؟ ما الداعي؟ نعم أنا أعتقد بأن الحكومة لديها اتفاقات واتفاقات كبيرة جدا سواء كانت مع التحالف الدولي أو مع حتى الاتحاد الأوروبي لذلك هي ملزمة ببعض الاتفاقيات التي تم توقعها في الفترة السابقة مقابل تقديم الدعم اللوجستي والدعم الاستخباراتي والدعم الجوي الذي قدمه أثناء مواجهة تنظيم الدولة في المحافظات التي تم السيطرة عليها وبالتالي أنا أعتقد بأن الدولة هي فاقدة لمسألة السيادة في هذا الأمر ولا تستطيع أن تجابه القوات سواء كانت للتحالف الدولي أو سواء كانت للاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك لذلك هي جزء من اتفاقيات سابقة تم إبرابها مع الحكومة العراقية وهي ملزمة بتنفيذها الآن لذلك أنا أعتقد أنه بقاء القوات هو قرار سياد عراقي يجب أن يتخذ من قبل الحكومة العراقية ولكن أنا أعتقد بأن الحكومة العراقية تلزمها كثير من الاتفاقيات التي تؤدي إلى بقاء مثل هذه القوات لفترات أخرى يعني ألافت للنظر عمليات الجرائم والاغتيالات انتشرت في العراق بشكل فضيع يعني تبث الذعر والخوف بين العراقيين مع العلم أن الحكومة صرفت مليارات الدولارات على قوات مليونية ومليشيات مع ذلك هذه العصابات تنفذ هذه الجرائم بأريحية في بغداد خاصة كيف تفسر ذلك؟ تفسر بأنه جميع الأحزاب الآن لديها مليشيات وهذه المليشيات تنفذ أجهزة خارجية وكثير منها تعمل بعلم الدولة أي أن هناك اختراق كبير جدا لأجهزة الدولة من قبل هذه المليشيات فهم يسيطرون على مواقع قيادية في جميع أجهزة الدولة وبالتالي يمكن له أن ينفذوا مثل هذه الجرائم مثلما جرت اغتيالات قبل أيام تم الكشف عن جريمة قتل مدير جوازات بابل من قامت به قامت بها بعض فصال الحشد الشعبي التي تنتمي إلى مليشيات موجودة ضمن هذا الحشد وبالتالي قامت بتنفيذ مثل هذه الجريمة إذن نحن نتكلم عن مليشيات تأخذ وتتستر بغطاء قانون من قبل الدولة وتقوم بمثل هذه العمليات وهذه العمليات ستستمر لما بعد حتى تشكيل الحكومة القادمة خصوصا إذا ما كان هناك تضارب كبير جدا في مسألة المناصب الوزارية التي سوف تتخذها رئيس الوزراء القادم بحيث تكون بعيدة عن الأحزاب هذه ستجعل له مواجهة كبيرة جدا مع كثير من الناس الذين يمتلكون أجندة خارجية ويمتلكون مليشيات تعمل خارج إطار الدولة ربما الوضع الحالي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الوضع الأمني في العراق في ظل هذه الانتهاكات والجرائم والذعر الذي يعيشه المواطنون كيف تنظر إلى مستقبل الوضع الأمني في العراق؟ نعم الوضع الأمني أنا أعتقد أنه سيتبع مدى الاستقرار السياسي في العراق هل هناك استقرار سياسي؟ أنا أعتقد بأنه الإشكال كبير جدا والخلافات كبيرة جدا ما بين الأحزاب سواء كانت ما بين الأحزاب السياسية أنفسها أو ما بين الطوائف الموجودة داخل العراق فهناك إشكال كبير وهذا الإشكال لن يحل في القريب العاجل بتشكيل هذه الحكومة أبدا قد تكون هذه الحكومة هي شرارة لإشعال خلافات أكبر مما هي موجودة في العراق وبالتالي هذا الخلاف السياسي سينعكس سلبا على الأداء الأمني في جميع العراق وهي سمى غالبة وهي السمى الواضحة بالنسبة للمشهد العراقي منذ عام 2003 وإلى اليوم حتى الأجهزة الأمنية أنا أعتقد بأنه بناء هذه الأجهزة كان بناء هش جدا لأنها بنيت على أسس طائفية وعلى أسس المحاصصة بعيدة عن المهنية في عملها وبالتالي هناك فشل استخباراتي وفشل أمني كبير جدا ولو لا تدخل التحالف الدولي أنا أعتقد بأنه القوات الحكومية كانت غير قادرة على أن تسترد كثير من المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة لذلك أنا أعتقد بأنه الفترة المقبلة ستكون فترة صعبة جدا بالنسبة للعراقيين خصوصا إذا ما تم خروج قوات التحالف الدولي بطلب من بعض نواب البرلمان الذين ينفذون طلبات بأجندات خارجية بخروج مثل هذه القوات أنا أعتقد سيكون هناك فراغ أمني كبير جدا إذا ما تم الخروج من قبل قوات التحالف الدولي ومن قبل القوات الأوروبية المتواجدة في العراق وهذا سينتج عنه إشكال كبير جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الميليشيات المتواجدة في العراق والتي تنفذ أنجدها خارجية تتبع إلى إيران وإلى غير إيران عبر الأقمار الصناعية من أسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام على قيدركم حاتم الفلاحي شكرا نزيل الله